اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم ما بعد إخواني وأخواتي إن هذا القلب كلما خضع لله وأحب الله وعمل بطاعة الله مع الجوارح كلما استراح صاحبه وكلما ابتعد القلب عن الله أتته الهموم والغموم والكوارث التي لا يعلمها إلا الله الزوج يقول الله سبحانه وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا يعني كان كافرا بالله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ يعني أحييناه بهذا الدين وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فالتمسك بالقرآن والسنة والمحافظة في طاعة الله عز وجل وتوجيه هذا القلب على ما يحبه الله ويرضاه هذه نعمة عظيمة وهي من أهم ما ينبغي على الإنسان فعله وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ فصلاح القلب نعمة عظيمة لا تقدر بثمن عندما يكون هذا القلب وحدا خائفا خاشعا محبا لله متوكلا منيبا راجعا خاشعا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ينظر في قلبه دائما هل هو صادق أم أنه كاذب ينظر في قلبه لأن القلوب تتغير وتتقلب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالقلب إذا كان مستقيما وخاضعا لله عز وجل استراح صاحبه وإذا كان بعيدا عن الله عز وجل والعياذ بالله أصبح هذا القلب أسود لا خير فيه ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ينبغي أن نحافظ أو ينبغي أن نجعل أنفسنا دائما أيها الأخوة والأخوات مترقبين متفكرين فيما أعده الله سبحانه وتعالى وفي يوم عظيم يوم القيامة هذا اليوم الذي قال الله فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فسماه شيء عظيم شيء كبير فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة الولد الصغير الذي لم يعمل ذنبا من هول يوم القيامة يصبح شعره أبيض يشيب من هول ذاك اليوم فكيف بالذي يقدم على ربه وهو مليء بالذنوب والخطايا والعياذ بالله نبينا عليه الصلاة والسلام تذكر هذا اليوم كما في الصحيح أنه قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن صلوات ربي وسلامه عليه فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري يقول ابن مسعود رضي الله عنه فابتدأت في سورة النساء يقول حتى بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يعني قف يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدم صلوات الله وسلامه تذكر هذا اليوم العظيم الذي يعني يأتي الرب عز وجل بالأنبياء شهود على أممهم ويأتي الرب سبحانه بنبينا عليه الصلاة والسلام شهيد على هؤلاء أنهم قد بلغوا الدين فذرفت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه هذا اليوم يقول الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إن الله عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم تبلى السرائر فلا تغش أحدا ولا تكذب ولا تحمل في قلبك الشر كن صادقا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ لكم عليك أخي الكريم أن تكون محافظا في الليل في الصدور فريد 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 سكر بابا أخي الكريم أخي الكريم دائما على تعظيم الله سبحانه وتعالى عليك دائما أن تنتبه لقلبك وما يحتوي هذا القلب يعني من خير ومن محبة ومن طاعة لأن الله جل وعلا يقول يوم تبلى السرائر كم من مستور أيها الأخوة كم من مستور في الدنيا ولكنه في الآخرة مفضوح والعياذ بالله يا ليتنا ندرك العواقب قبل فوات الأوان يا ليتنا أن نسعى إلى أن تكون الخاتمة حسنة وهذا يكون بالصدق مع الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والله إن هذا الحديث يعني عظيم وكذلك خطير فما بينك وبين الجنة عندما تكون صادق إلا أن تموت كذلك ما بين الإنسان والنار إلا أن يموت ربما يموت الإنسان وهو على بعد عن الله وعلى عدم إيمان بالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله شراك النعل انظر إلى قربه يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فلابد عليك من إصلاح العمل الله الله بإصلاح العمل الله الله بإصلاح القلب والسريرة عندما تكون السريرة صادقة عندما تكون صادق في صلاتك لا تريد ثناء الناس لأن ثناء الناس لا ينفع عند الله عز وجل وإنما الذي ينفع هو أن الله يرضى عنك سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي يعني يوم القيامة يأتي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان يعني نبي آمن معه رجلان ونبي آمن معه رجل واحد قال ويأتي النبي وليس معه واحد نبي يأتي يوم القيامة ليس معه واحد ما في ولا أحد من القوم قد آمن به فالقبول والهداية إنما هي بيد الله فإذا كنت في طاعة فحافظ على هذه الطاعة يعني لا تذهب إلى أماكن الفساد وماكن الشبهات حافظ على دينك المحافظة على هذا الدين بأمور بصحبة صالحة بدعاء في الليل والنهار أن الله عز وجل لا يزيق قلبك وكان من دعاءه للإيمان ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا من دعائهم أنهم يتعوذون بالله من زيغ القلب وبعده وتبديله والركون إلى الدنيا بعد أن عرف الحق عرف الحق وعرف الباطل وابتعد عن الباطل وأصبح منها للحق ثم بعد ذلك بدل وباع آخرته بدنياه والعياذ بالله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل فلذلك يعني على الإنسان دائما أن يعني يحافظ على المواعظ وعلى الذكر وعلى الاستغفار أن يحافظ على الأذكار في الليل والنهار عليه دائما أن يدعو الله عز وجل بالثبات حتى الممات عليه دائما أن يعني لا تذهب عليه أوقاته إلا بخير خير دنيا أو ديني يعني يكسب الإنسان ويطلب الرزق لأبنائه هذا كذلك خير هذا هذا فيه أجر عظيم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في زوجتك إنك انتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وهكذا فالحياة قليلة وقصيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمة بين الستين والسبعين وأقله من يجوز ذلك حافظوا على أوقاتكم وأعماركم وحياتكم وسألوا الله القبول والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين أسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين والحمد لله رب العالمين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا من عدسة تتراء في هذا اليوم ونتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا إجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر